من الجزائر تنضم إلينا مرسلتنا ناهد زرواطي ناهد أهلا بكي يعني ضعينا في صورة ملبسات ويعني إطار هذه الزيارة وأبرز ما ورد في هذا اللقاء مروج نعم قد تعتبر من كبرى الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيب إلى الجزائر وهذه المرة حملت شقين الشق السياسي والشق الأمني ربما الشق الأمني كان أكبر هذه المرة من الشق السياسي وإن كان الإعلان السياسي أكبر من الشق الأمني الإعلان السياسي تبخض في إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيب عن تسليمه لتصور الانتخابات التي يمكن إجراؤها في ليبيا بعد أشهر طبعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد استقبل عبد الحميد الدبيب في القصر الرئاسي الجزائري وتبادل معه الحديث فيما يخص المسألة السياسية المعقدة الموجودة اليوم داخل ليبيا حكومتان موازيتان اليوم مروج لننسى حكومة الاستقرار برئاسة فتح بشاغة والتي أخذت الصفة القانونية من البرلمان وحكومة دبيبة المتمخضة عن الشرعية الدولية والتي ستنتهي ولايتها بعد أشهر فربما شهرين من الآن فإذن حالة عدم الاستقرار السياسي هي محل التباحث اليوم الذي كان ما بين ليبيا والجزائر ما بين الرئيس عبد المجيد تبون وعبد الحميد أدبيبة كما قلت سلمه تصور الانتخابات التي يمكن أن تجرى وقال عبد الحميد دبيبة أنه يطمح إلى أن تكون انتخابات نزيهة وإلا أن لا تتدخل فيها جهات أجنبية وأعلن عن شيء مهم أيضا جارى خلال اللقاء وهو عقد اجتماع وزاري لم يقل إذا كان يعني وزراء دول جوار ليبيا أو قد يشمل أيضا دول التي تعاني من ارتدادات ليبيا ربما مالي وغيرها من دول الساحل أو ربما الدول الأجنبية التي كانت في مؤتمر برلين فقط هو قال واستعمل مصطلح وزراء خارجية سيعقد هذا المؤتمر الدولي هنا بالجزائر وقد زكاه وباركه الرئيس عبد المجيد تبون إن لم يقل المدة ويحددها ولكنها ربما قد تكون حسبه بعد يعني ليست بمدة طويلة من الآن لأنه كما قال لن يطيل في عمر الانتخابات الشق العسكري أخير المروج كان مهم جدا لأنه رأينا ليس فقط رئيس الأركان علي محمد علي الحداد رئيس الأركان من المنطقة الغربية للجيش وإنما أيضا رؤساء أجهزة المخابرات في المنطقة الغربية باجتماعهم مع القيادات الجزائرية لا ننسى أن البلدين تشاركان ما يقارب الألف كيلومتر ومشكلة الإرهاب وغيره من الجريمة المنظمة تورق الجهتين إذا المروج لحد الآن هذا ما أصفر عنه اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية اللي بيعد الحميد بيبة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هنا في الجزائر شكرا جزيلا لمرسلتنا من الجزائر نهد زرواطي